وحسيت أني أنا بدل ما أروح لبنتي حفل تخرجها بنتي جاية حفل تخرجها أي والله مرة فرحة ومشاعر ما توصف اليوم راحت جباتي ببوكيل ورد تفرحني فيها الله يفرحها مشاعر مرة حلوة مرة حلوة أشكر ولاة الأمر على رأسهم والأمير محمد بن سلمان على الفرصة اللي يتاحوها لنا يعني عساس أنه اليوم والد أخوي صغير يقول أنت كبيرة كيف رايح حافل تخرج فسبحان الله أعطونا أمل أنه لا قدامكم إذا أنتم حابين عندكم شغافي فقدامكم كانت فرحة القبول أكثر من فرحة التخرج والله لمقبلوني في برنامج دائهين للمحامين كنا شادة التخرج سعيدين بحفل تخرج أمي طبعا كلنا نحتذيب خطواتها ونفتخر فيها دائما وابدا حقيقة مركز التدريب العدل هو فرصة عظيمة جدا لمن يرغب في العمل في القانون أو في مجال المحامة الشكر أولا لله ثم للوزير ثم لكل من هو قائم على هذا الحفل العظيم أنا متأكدة إن إن شاء الله مستقبلا بالسعودية رح يكون فيه نخبة من المحامين مع مؤهلات مرة قوية ومرة عالية اللهم لك الحمد يعني شرفنا وزير العدل وجوده هنا أكبر دعم لنا ودافع لنا دا الجدة مبسوطة أتبلل له أهلي يفتخرون فيلي ولي أكون حققت له الشي اللي هو بيتبلولي وشوفولي في أعلى البناصب يا رب الآن أنا صرت محامي فعلا ومنعتي زمان كانت أني أصير محامي الحمد لله صرت محامي اشتركوا في القناة